بسم الله الرحمن الرحيم المكتبة الصوتية لمعالي شيخ الدكتور صالح ابن فوزان الفوزان حلقات من أحكام القرآن الكريم للشيخ صالح ابن فوزان الفوزان تفسير سورة آل عمران الدرس التاسع والستون بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين وبعد في الحلقة السابقة انتهى بنا الكلام إلى الصفة الثانية من صفات المتقين في قوله تعالى والكاظمين الغيظ والكاظم معناه دفع الغضب وعدم تنفيذ الغضب فالمسلم إذا غضب فإنه لا ينفذ غضبه بل يدفعه ولا يتسرع في إنفاذه والله جل وعلا يقول وَإِنْ مَا يَنْزَغَنَّكَ مِنَ الشَّيْطَانِ نَزْغٌ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ إنه سميع عليم في الآية الأخرى إنه هو السميع العليم فالمسلم إذا غضب فإنه يحلم ويعفو وَلَا يُنَفِّذُ غَضَبَهُ وَجَاءَ فِي الْحَدِيثِ أنَّ مَنْ كَضَمَ غَيْضًا وَهُوَ قَادِرٌ عَلَى فَإِنَّ اللَّهَ يُخَيِّرُهُ مِنَ الْحُورِ الْعِينِ مَا شَاءُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَالْكَاضِمِينَ الغَيْضِ وَالصِّفَةَ الثَّالِثَةَ الْعَافِينَ عَنِ النَّاسِ فَهُوَ مَعَ كَضْمِهِ لِغَيْضَهِ أيضاً يعفو ويسامح المسيء وهذا أفضل من الذي يقضم غيظه فقط ولا يسامح المسيء بل الأفضل أن يجمع بين الصفتين كضم الغيظ والعفو عن المسيء والله جل وعلا يقول وَلَا تَسْتَوِي الْحَسَنَةُ وَلَا السَّيِّةِ ادْفَعْ بِالَّتِهِ أَحْسَنُ فَإِذَا الَّذِي بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عَدَاوَةً كأنه ولي حميم وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم ويقول سبحانه وتعالى في وصف المؤمنين وَالَّذِينَ إِذَا أَصَابَهُمُ الْبَغِيُهُمْ يَنْتَصِرُونَ وَجَزَاءُ سَيِّئَةٍ سَيِّئَةٌ مِثْلُهَا فَمَنْ عَفَى وَأَصْلَحَا فَأَجْرُهُ عَلَى اللَّهِ إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الظَّالِمِينَ وَلَمَنْ إِنْتَصَرَ بَعْدَ ظُلْمِهِ فَأُولَئِكَ مَا عَلَيْهِمْ مِنْ سَبِيلِ إلى قوله وَمَنْ صَبَرَ وَغَفَرَ فَإِنَّ ذَلِكَ مِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ فيُبَاحُ لِلْإِنْسَانَ يَقْتَصْ مِنَ الظَّالِمِ وهذا من باب العدل ولكن كونه يعفو عنه ولا يقتص منه هذا أحب إلى الله سبحانه وتعالى ولهذا قال والعافين عن الناس أي عن جميع من ظلمهم ولا يعفو عن يكون من صفته العفو دائما ولا يقتص هذا بأن يعفو في بعض الحالات وينتقم في بعض الحالات وإنما صفته العفو دائما هذا دليل على أنه من المتقين والعافين عن الناس ثم قال والله يحب المحسنين والإحسان هو الإتقان إحسان الشيء هو إتقانه وهو على قسمين إحسان بين العبد وبين ربه وإحسان بين العبد وبين الناس فالإحسان بين العبد وبين ربه بينه النبي صلى الله عليه وسلم بقوله الإحسان أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك وأما الإحسان إلى الناس فيكون ببذل الندى وكف الأذى عن الناس والإحسان مقامه عظيم من عظم مقامات الدين ويطلق الإحسان على إتقان الشيء إتقان الشيء قال صلى الله عليه وسلم إن الله يحب من أحدكم إذا عمل عملاً أن يتقنه قال عليه الصلاة والسلام إن الله كتب الإحسان على كل شيء فإذا ذبحتم فأحسن الذبحة وإذا قتلتم فأحسن القتلة وليحد أحدكم شفرته وليرح ذبيحته هذا من الإحسان والله يحب المحسنين من اتصفوا بهذه الصفة فإن الله يحبهم وإذا أحبهم فإنه يكرمهم سبحانه وتعالى والصفة الرابعة أو الخامسة في قوله سبحانه وتعالى والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله الإنسان خطأ يقع منه مخالفات قد تتغلب عليه نفسه الأمارة بالسوء وقد يتغلب عليه الشيطان الذي هو عدوه فيقع في المعصية ولكن من رحمة الله جل وعلا أن فتح له باب التوبة ووعده إذا تاب أن يتوب عليه فالواجب على المسلم إذا وقعت منه خطيئة أو اقترف ذنبا أن يبادر بالتوبة والاستغفار والتوبة لها شروط كما ذكر العلماء أولا أن يترك الذنب ثانيا أن يعز من لا يعود إليه ثالثا أن يندم على ما حصل منه فإذا توفرت شروط التوبة فإن الله يتوب على من تاب والذين إذا فعلوا فاحشة والفاحشة هي الكبيرة من كبائر الذنوب فزنا فاحشة وكشف العورات والعري والسفور هذا فاحشة قال الله جل وعلا وإذا فعلوا فاحشة قالوا وجدنا عليها آباءنا والله أمرنا بها والفاحشة هنا المذكورة في سورة الأعراف هي التعري الذي كان يفعله الجاهلية كانوا يطوفون بالبيت عراتا ويقولون إن الله أمرهم بهذا وأن هذا مذهب آبائهم قال الله جل وعلا وإن الله لا يأمر بالفاحشة أتقولون على الله ما لا تعلمون فسمى العرية والسفورة وترك الحجاب سماه فاحشة وهذا يدل على شناعته شناعة هذه الجريمة وأكل الربى من عظم الفواحش فإذا وقع الإنسان في فاحشة من الكبائر فإنه يبادر بالتوبة ولا يقنط من رحمة الله الله جل وعلا يقول قل يا عبادي الذين أسرفوا على أمفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم وأنيبوا إلى ربكم وأسلموا له أو ظلموا أنفسهم بالمعاصي التي دون الكبائر دون الفاحشة لأن الذنوب على قسمين كبائر وهي الفواحش وصغائر وهي ما دون ذلك فالمسلم إذا وقع منه ذنب سواء كان كبيرة أو صغيرة فإنه يبادر إلى التوبة إلى الله عز وجل لينال بذلك توبة الله عليه هذا ونسأل الله عز وجل أن يوفقنا جميعا للتوبة إلى الله ونسأله العفو والمغفرة صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ترجمة نانسي قنقر